اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اعتقال 67 شخصا من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد كما منع القضاء الايراني 100 مسؤول حكومي من السفر في اطار حملة وصفها المعارضون بانها محاولة يائسة من النظام لتصفية معارضيه والرافضين لسياساته الهدامة في المنطقة من جانب اخر اكدت منظمات حقوقية ومحللون اقتصاديون ان ضعف الحكومة ليس هو السبب الوحيد للانهيار الاقتصادي الذي توجهه ايران بل ان سياسات النظام في انفاق اموال الشعب على الحروب ودعم المليشيات الارهابية في المنطقة هو سبب انهيار السوق وترد الاوضاع الاقتصادية في البلاد